موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات من رحاب الإمامين الكاظمين الجوادين صلوات الله وسلامه عليهما وأنتم تتنعمون في ضيافة الله تعالى في شهر الله الأعظم شهر القرآن الكريم ولمحة أخرى من لمحات القرآن الكريم التي أحببنا أن نذكرها هذا اليوم هي ما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله تعالى وما هي آثار الإنفاق وما هي درجة المنفقين الذين ينفقون في سبيل الله ولو تتبعنا القرآن الكريم لرأينا أن الله تعالى قد ذكر هذا الموضوع في موارد متعددة وكثيرة واحدة من تلك الموارد هو ما قاله تعالى في سورة البقرة حيث قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء يعني لو نتأمل فقط في هذه الآية وبعد ذلك نرى الآيات التي بعدها لرأينا الله عز وجل يبين لنا مقام النفق وأهمية النفق الإنفاق في سبيل الله وكيف يشبه الله عز وجل الإنفاق بالزرع وهذا الزرع ماذا يحتاج من الإنسان من صاحبه يحتاج من صاحبه أن يتعاهده وأن يحافظ عليه وأن يسقيه وأن يفكر به دائما فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله المسألة الأولى أن ينفق أمواله أي أن تكون هذه الأموال التي يريد أن ينفقها أموالا خالصة له عزائي وهذه مسألة مهمة أن يكون المال خالصا له ليس في المال حق شرعي متعلق بالآخرين ليس في المال حق متعلق بالناس أموالي أنا أريد أن أنفقها هذا الجانب الأول ويكون النفاق ماذا؟ في سبيل الله يعني الغاية النية الهدف هو الله تعالى لا شيء غير ذلك وسوف نبين بعد قليل ما يتعلق بهذا الأمر إذن أن يكون النفاق العمل قربة لله تعالى خالصة لله تعالى ما هو أثر هذا العمل أو كيف نشبه هذا العمل حيث قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل من؟ كمثل حبة هذا المال الذي أنفقه يمثله الله عز وجل يشبهه بهذا التشبيه المادي المحسوس كمثل حبة هذه الحبة ماذا أنبتت؟ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني لو أردنا أن نقرب هذا الأمر كما يقال رياضيا حسابيا تقريب لا أكثر حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني الحبة الواحد بكم؟ بسبعمائة فهذا الإنسان هذا طبعا رقم تقريبي هذا الإنسان الذي ينفق في سبيل الله فليعلم أن المال الذي أنفقه بالعدد المعين بالرقم المعين الذي أعطاه الله عز وجل يضربه في سبعمائة فأي ثواب عظيم هذا أي تجارة هذه التي يبتغيه ثم قال تعالى والله يضاعف لمن يشاء يعني هناك مضاعف لهذا الأمر هذا في جانب إذن الجانب الذي نريد أن نقوله هناك مسألة مهمة هي مسألة الانفاق في سبيل الله ثم تأمل ماذا قال تعالى؟ قال تعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هذه المسألة المهمة أيها الأحبة هذه التي لها علاقة بتربية الإنسان بالأخلاق الفاضلة بمكارم الأخلاق أنا أعطي المال قربة لله تعالى لا أعطي المال ثم أتبع هذا المال ماذا؟ بمن أو أذى يعني قد الإنسان يغفل قد الإنسان يكون جاهل عندما يعطي المال لآخرين لأصحابه لأقاربه صلة الأرحام هذه جزء من صلة الأرحام ولكن بعد ذلك ماذا؟ يمن عليهم بأنه قد أعطاهم مالا في يوم كذا قبل عشرين عاما قد أعطيتكم مالا لا يذكر ذلك مطلقا ولا يجعله في نصب عينه وإنما يجعل نصب عينه ماذا؟ الله عز وجل المنعم الحقيقي الذي أنعمته من أجله ثم لا يتبعون ذلك بمن ولا أذى كذلك الأذى أن لا أسمع المقابل أو الذي أعطيته مالا أي كلمة تجرح مشاعره لأنه بالتالي هو إنسان مؤمن ويجب علينا أن نحافظ على مشاعر المؤمنين نحافظ على كيان المؤمنين واحدة من تلك الموضوعات هو أن نساعدهم ولكن ماذا نساعدهم؟ محبة لهم ومحبة لله وقربة لله عز وجل لنرى ما هي نتائج هذا العمل وهو الإنفاق في سبيل الله قال تعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم من الذي أنفقوا لهم أجرهم عند ربهم هذه المسألة الأولى ولا خوف عليهم هذه المسألة الثانية ولا هم يحزنون إذن بالتالي الذي يبتغي الأجر عند الله والذي يبتغي الأمان عند الله والذي يبتغي السعادة عند الله فالقرآن يدله على طريق مهم وهو طريق الإنفاق في سبيل الله تعالى وهذا الشهر أيها الأحبة من الأشهر العظيمة التي حثت الروايات وحثت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإنفاق فعلينا أن نستثمر هذه الضيافة الإلهية وأن نستثمر الشهر رمضان من خلال هذا الطريق وهو طريق الإنفاق نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك وأن نكون صادقين في إنفاقنا وأن نتعاون مع إخوتنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة